لا أعتقد أن هناك أحدا منكم لا يعرف هذه التباشير لم يمسكها بيده ويكتب بها على السبورة ثم ينفض يديه من غبارها غالبا بمسح يديه بثياب المدرسة هذه كانت أيام الخير والزمن الجميل والبراءة قبل أن تحول إلى لوح أقلام الفونوماستر وصولا للاستغناء عن الأقلام واللوح من أصلها اليوم ولكن مشاهدين هذه التباشير التي أكل عليها الدهر وشرب عادت اليوم بقوة لتصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ليس للكتابة بها إنما لأكلها سيقول البعض منكم أين الجديد؟ يا ما أكلنا طباشير وأوراق ونحن في المدرسة فعادت أكل الطباشير وحتى الطين والتراب ممارسة وموجودة منذ مئات السنين وترتبط في بعض الأحيان بحالات مرضية ولكننا لا نتحدث اليوم عن ذلك إنما عن تحدي أكل الطباشير الذي يشتاح تيك توك وحصد ملايين المشاهدات برغم التحذيرات الطبية هذا التحدي مشاهدين حظي بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم ويعتقد أصحاب الفيديوهات الذين ينفذون التحدي أن تناول الطين والتباشير والمواد الطبيعية الأخرى يزودهم بمواد عضوية ومعدنية مفيدة للجهاز الهضمي ويقولون إن أكل أنواع مختلفة من الطين يمكن أن يحسن البشر ويحمل فوائد مضادة للشيخوخة بالإضافة إلى فتح المسام وعلاج أنواع معينة من الحساسية الإقبال على هذا النوع من التحديات والفيديوهات انتشر بشكل منقطع نظير وبدأت شابات بنشر فيديوهات لأنفسهن وهن يتناولن الطباشير والطين أيضا ويقومن بإضافة بعض المواد مثل خلطه بالماء أو مواد أخرى ويقولون إنه جيد جدا ومن الممكن أن يعوضهم عن وجبة كاملة من الطعام على فكرة الطباشير والتراب والطين كلها مواد متوسرة في الأسواق وعلى الإنترنت وهناك منشورات ترويجية لها بغرض الأكل وهذا طبعا يساهم في تسهيل عملية الوصول إليها مما يؤدي لرواج هذه التحديات على تيك توك ولكن ماذا يقول الأطباء عن أكل الطباشير والطين خبراء الصحة حذروا من المخاطر المحتملة لتناول الطباشير والطين ويرون أنها قد تكون مرتبطة بمتلازمة بيكا هذا ما ذكرته الجمعية الأمريكية للطرابات الأكل وتقول إن الطرابة بيكا يدفع الشخص إلى أكل أشياء ليست طعاما وتناول هذه الأشياء قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء والتسمم والإمساك والاختناق والالتهابات والإصابات في الأسنان على مواقع التواصل الاجتماعي يعلق الكثيرون على هذا الموضوع خالد يقول وإحنا صغار أيام المدرسة أو الدراسة كنا نشوف طلاب يأكلون أشياء غير صالحة للأكل مثلا كان عندنا واحد مدمن على أكل الطباشير وعندنا واحد ثاني يأكل التراب اللي تمشي عليه حوراء مكي تقول كل مرة عادة جديدة من أجل تريند هذه الناس عقلها مضروب وحب المال على حساب الصحة وين وصلنا؟ خضر يقول أن الناس بس يهمها الشهرة لو على حساب صحتهم العقلية مشاهدين في بعض الحالات أيضا تشعر النساء الحوامل بالرغبة في أكل الطين والطباشير وغيرها من المواد ويربطها خبراء بانخفاض مستويات الزنك والحديد لدى الشخص تحدثنا لاختصاصية تغذية مجد الخطيب عن مخاطر تحديات التيك توك هذه خاصة فيما يتعلق بأكل الطباشير والطين الطين أو التراب بتسبب تسمم عالي جداً بالجسم وممكن لا سمح الله تسبب حالات وفاة وكمان أثرها على الجهاز الهضمي عالي جداً لأنه ممكن يصير فيعنا تقرحات، التهابات، انتداد بالجهاز الهضمي أو الإصابة بأنواع الديدان غير مشاكل النقص بالفيتامينات مثل البوتاسيوم مثل الزنك ومثل الحديد فالموضوع مش لعبة أبداً بدنا ننتبه قدية عم بيكون فيه لها أثر عالي جداً على الجهاز الهضمي وممكن لا سمح الله تسبب حالات وفاة بسبب تناول كميات كبيرة منها